تصاريح العمل وتم التوسع فيها حالياً لتشمل المصريين العاملين بكل الدول من خلال خطوات ميسرة محددة مع إرسال التصريح لطالبه على العنوان المحدد عبر البريد المصري أو إرساله للطالب الخدمة على هاتفه المحمول من خلال خاصية QR Code وبما يحافظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج بقت كل حاجة عن طريق الويب سايت فما بقتش محتاجة المجهود أن الواحد ينزل ووقت يضي علاق وانت قاعد ممتاح خالص يعني تخلص وتيجي لحد عندك وقد أتاحت الوزارة استلام تصاريح العمل بنظام QR Code وهي استلام التصاريح على الهواتف المحمولة دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فرعها الجغرافية لاستلامه سواء كان التقديم في الإدارة أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وهو ما يوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو حمل تصاريح ورقية وبما يتصق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي كنت معي على التلفون أو أني ممكن أطبعه أفروبي أتحرك به أحسن من أني أجي وارجع أطلع التصريح نفسه معي وكذا الموضوع ببقى أسهر عند توجه المواطن لمنافذ السفر لمغادرة البلاد يمكنه إبراس تصريح العمل المرسل إليها عبر خاصية QR Code في الوقت ذاتي يكون قد تم إختار كافة منافذ السفر المصرية بالتصريح بيجي لي QR Code برجع به وأنا داخل الجهازات مغرب بس ببص على الـ QR Code الموضوع خلص فالموضوع ما بقاش محتاج أن أنا أروح مشوار عشان أقدم ورق وبعد كده أرجع تاني أروح عشان أستلم 47 وحدة لتصريح العمل على مستوى الجمهورية ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة تقدم خدمة استخراج تصريح العمل بشكل حضاري وميسر إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت إحنا بالضبط دخلنا الجنف كاري اللي أخدتنا من برة وصلنا لهنا دخلنا التعليمات واضحة ادخلوا شباك كذا أعملوا كذا الرسالة هتجيلكوا كذا كانت الأمور كلها واضحة تماما صراحة ويعني هي حاجة تساعدنا أنا مبسوطة جدا أني جيت هنا وما خدتش ثلاث دقايق وكنت بخلصة كل حاجة هذا تطوير الشامل الذي تشهده تصريح العمل يؤكد على نهج وزارة الداخلية المتواصل في التطوير والتحديث لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة أمنية متطورة في الجمهورية الجديدة تطور كبير تشهده خدمات استخراج وتجديد تصريح العمل بإنشاء مقر جديد للإدارة العامة لتصريح العمل والتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وهو ما يتوافق مع منظومة الخدمات الجماهيرية المتطورة التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة ميسرة وحضارية للمواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري